موسيقى هو ليقافات حسب التقرير فهمة 1500 موقوف 1500 موقوف هذي حساباتنا نحن ميش الاحصائيات الرسمية متاع وزارة الداخلية او الحكومة بمصادرنا في علاقة بالجمعيات اللي تعطينا بتحركة المحامين في المحاكم وصلنا حسرنا عدد اللي هو 1500 موقوف هي كانت الدولة الحكومة صرحت انه فهمة 1000 موقوف لكن نحن بمواكبتنا للقضايا في المحاكم وبالاخبار اللي جينا من فروعنا في كامل الجمهورية وبالشراكة مع عديد الجمعيات نجموا نحكيوا على 1500 موقوف 1500 موقوف هذوما فيهم 30% منهم اذا مش اكثر قصر أطفال معناه نزلوا مبلغوش سن الرشد فيهم برشة تلمذة والاغلبية الساحقة هما تلمذة بإتيجونات هذا هو معناه والمحاكم اليوم تعوج بالقضايا في علاقة بالاحتجاجات اللي بداية في منه 14 عام فيه أكيد عشوائية ونحن صدرنا بيان يعني منذ بداية الإيقافات عشوائية معناها نهزوا مغير ما نفرزوا هو فهمة مبلغ قانوني يقول لك فهمة اللي هو ركن الإسنان معناه لا تنجمش يزم للشخص تسند له فعل معين بيش توقفه إلا أنه قاعدين شوفوا في إيقافات عشوائية معناه هز وبعد هز المحاكم ووقف وحط في الحبس وبعد طول محاكم تفرز وقاعدين شوفوا زادا كيف كي في محاذر معناها تيب محاذر كوبيكولي محاذر معناها مطبوعة كي أن مطبوعات جاهزة ويعادي وفهم العباد الكل اللي يعمل اللي ما عملش الناس الكل يصندوا لهم معناها أنه مخالفة الترتيب الجاري بيها العمل حال وباء هذي الفصل 312 في مجلة الجزائية وفصل 315 عدم الامتثال لأوامر السلطة العمومية والمرسوم عدد خمسين لسنة 1978 في هذي المرسوم خرج في 26 جامع في 1978 والذي ينظم حالة الطوارئ وهذي قاعدين يحلو فيه على العباد في حين أنه مرسوم غير دستوري معناها وذي كنت رافعوا معناها نقولوه راه مرسوم غير دستوري يحيل إلى دستور سنة 1959 اللي تم معناها إيقاف العمل به بموجب دستور 2014 ومزالة العباد فهمتني المحاكم تحاكم به ورغم اللي فيه معناها عقوبات سلبة الحرية اللي أنه العباد معناها المحاكم اليوم للأسف مزالة طبق فيه مرسوم ونيابة العمومية تتحيل على مرسوم اللي من المفروض ما يتحالش عليه باعتبار أنه غير دستوري إذي هو معناها إيحالات صبرة واحدة إيقافات عشوائية ما نفرزوش كون عملش كون معملش ناس كل طلع في الباقة العباد تحكيين على معناها اعتداب العنف على تعذيب على هرسلة على سبين على معناها معاملات قاسية ومهينة هذي الكل معناها قاعدين تصلنا فيه شكايات ونأسفه معناها أنه تتعامل مع أزمة اقتصادية واجتماعية بهذه الدرجة من العنف معناها والخشونة والصلابة وتستعمل متراك معناها عون الأمن تستعمله كمتراك تعتي فيه اللي معناها ليزوردر بش أنه يضرب بش أنه هز الناس كل اللي ولا معناها حالة حالة نفسية حالة مرضية العنف لدى عون الأمن اللي مفروض يحمي الناس ولا يعتدي على الناس هذي هو معناها ترافعت على معناها طالب يقرى درواء هذي معناها عنده انتماء سياسي ناشط مدني وناشط سياسي كتم بتدوينه معناها عبر على رايو من الاحتجاجات هذي يعتبر أنه انتفاضة معناها الشباب المهم الشباب الحوم هذي معناها مش ما قولوش تحريض لكنه يشجع معناها على أنه الشعبي اللي عبر على رايو في كنفة السلمية ويخرج للشارع ويقول اللي يحب يقوله معناها من 2011 باعتبار أنه المطالب اللي قمت من أجلها ثورة 2011 لم تتحق هذي يدخلو له الدار ويهزوه ويحلو له باسي بتاعه ويحلو له تليفون ويشوفو له تدبيناته وميساجاته ويتم معناها محاكمته ويحالته على المحكمة لكن تم الإفراج عليه في خطوة هكا تشجع القاضي لحكم علية الصحة وإفرج عليهم الجلسة وحاكمه بخطيئ ما ليه معناها اليوم في 2021 معناها عشرة سنين بعد الثورة والعباد تمارس في معناها تمرست على حقها في ممارست حقها في التعبير وحقها في التظاهر والتجمع والسلمية الانتميداسيون هذية ومحاولة الهرسلة وثني شباب على تعبير على رايو عتبر انها لا تجدي معناها فأمتني ما كش بش تجي اليوم انك تفك للشعب بالمحاكمات والإيقافات والهرسلة هذية وتوقيف العباد والمحاكمات وحتى السجنهم معناها ما كش بش تفك للعباد حرية تعبير متاحا صييسة معناها هذية حاجة ترسغط عند التونسي وعند الشباب متاعنا انه حرية تعبير ما عدي ناج منحيالك حتى حد لخوف لرعب لحد شيء بللي بش تعمل بش لي بش تهرسل بللي بش توقف راه حرية تعبير هذية مكسب لا يمكن نحن وكما مكونات مجتمع مدني انه نسقط على اعتداءات هذية ولا يمكن انه يتراجع عليه ولا يمكن انه الالتفاف عليه رغم محاولات قمع حرية تعبير في بعض الأحيان شوفوا فيها شوف على 1500 موقوف انا نجم اقول لك اللي ماكسيمون فما 100-150 اللي معناها قاموا بتجاوزات منها الاعتداء على الملك العام وملك الخاص نحن معناه معلوم من قبل عمرنا مدعينا الى الاعتداء على الملك العام وللخاص وللتخريب وللفوضى ولتسكير الفانات دايور معناه نمنوع بالتحركات الاحتجاجية السلمية وكل المطالب المشروع نحن رانا معاها مطالب الناس لكن في بعض الأحيان مناش معا طريقة التعبير على المطالب هذي ولو انا نحمله المطالب هذي نحن معا مطالب الكامور مثلا معا مطالب الشباب في سيدي بوزيت في القسرين في كل جهات تونس في مطالب الحق في التنمية في العدلة الاجتماعية لكن في بعض الأحيان مناش معا مطالب معناها الوسائل النيضالية للعباد او اشكال النيضالية للناس كيفاش تدفع على مطالبه انا مناش هنا اليوم كمنظمة بتاع مجتمع مدني مش اقول للانسان المحروق الموجوع اللي يحس بحالة غضب اللي يحس روحه مقهور محجور اللي يشوف ان الدولة ما عمرته حد شيء اللي يحس بقطيعة بينه وبين الدولة من نجمش لكله فانا وقت توقيت تخرج وشنين الشعارات يترفعهم وشنين يتعمل بالضبط معناه انا نحمل همومه ونفهمه اكثر من السلطة هذية معناه هو اقرب لي من السلطة معناه هو هذي يختار طريقته في التعبير وصاعات معناها باش ما نكونش واحد اللي يعطاي كله ذي حق لحقه ساعات السلطة هذي ما تفهم كم بالقوة معناه السلطة الحكومة ما تفهم كم بالقوة عندك معناها سلطة قضائية خاضة اضراب اللي عمره ما صار لمدة شهرين ولم يتم تحقيق كل المطالب هذه السلطة قضائية وتم معناها مرفق عام القضاء يعني تم شله بالكامل وقضايا ومصالح عبات وقفت ودورة اقتصادية كيف كيف ويقف على القضاء والسلطة ما سمعتهمش فما بالو كاب الإنسان اللي يعيش في حومة شعبية اللي الدولة مرحمة لفتطل اللي إنسان معناها خرج من الدراسة والدولة لم توفر لهو الشغل ولم توفر لهو الدراسة ولم توفر لهوش الحد الأدنى من العيش الكريم كيفاش تحبوا بشي تسمعها برب بشي كتب ليفتات هك توقف فيه على ليفتة بشي كتب ساتيو فيسبوك هك توقف فيه على ساتيو فيسبوك فما عباد تلتجأ إلى معناها الأقصى وبش تولي تسمع الاحتجاجات هذي يلتجأ إلى التكسير والتخريب والعنف معناها وهي وسيلة نظالية مشروع أي غير مشروعها منيش أنا بش نجاوي هو السلطة تعاملت معناها بتعامل فج وغليظ تعامل قمعي معناها الاحتجاجات هذي معناها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كنا نبهنا وحذرنا بالانفجار اللي بش يجيه بشهر جانفي وكل شهر جانفي معناها عنا معناها مظاهر متع احتجاج إلا أنه في الفترة جانفي 2021 تزامنا مع عشر سنين من الثور اللاعبات تقول لك معناها حقبة من الزمن عشر سنوات عقد من الزمن لم يتم فيه تحقيق كل هاتي المطالب اللي خرجت من أجهة اللاعبات السلطة تعاملت خرج السيد رئيس الحكومة قال فهمتكم وراني استوعبتوا الدرس وسمعنا الاحتجاجات كذلك عاودها البارح في مجلس نواب يوم ستة وعشرين جانفي واللي هو تاريخ رمزي معناها عاود يقول راني استمعتكم وسنسعى الى سنسعى الى ماذا معناها انت توا معناها ما اسمعتش الشباب المحتاج هذي وما توجهت لهمش بخطاب واضح وجل التحركات الاحتجاجية راي خرجت ردا على خطابك اللي يبين اللي انت ما فهمت حد شي معناه اعتبر ان المنظومة هذية معناها فشلت في معناها ايجاد حلول جدية للازمة الاقتصادية والاجتماعية اللي تعيشها تونس منذ ومدة معناه الحكومات المتعاقبة ملقاتش حلول للازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللي تعيشها تونس فهم حالة ارتيباك فهم حالة عجز ما فهماش منوال تنمية ما فهماش عدالة اجتماعية هذا الكل مش انا نحدد هل انه الاحتجاجات باش يتم باش يكون هناك تصعيد اكيد باش يتم هناك تصعيد باعتبار انه هاته البطال لم تتحقق والهو قاعدة تتسع بين الشباب المحتج وبين مكونات المجتمع المدني وبين شعب تونس والسياسيين اللي يحكموا اليوم كان هذين هم صماء معناهم مش قاعدين يسمون البارح الاف المحتجين في باردو وسيد رئيس الحكومة يعدي في قاعد يصوت على حكومة بنفس الحزام السياسي اللي اثبتها الفشل بتاعه اكيد سيتم معناه من جانب المجتمع المدني ستكون هناك تحركات سنستعمل كل الاسليب والوسائل النظالية المشروعة والشرعية باش انه المطالب متع الشباب هذين اولا يتم اطلق صراح لانه هناك احكام قاسية صدرت وكذلك باش انه نواصلوا السعي من اجل تحقيق المطالب اللي قال قامت من اجلها ثورة الحرية والكرامة وليليوم متحققش معناه اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر